أدت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صلوات رأس السنة الميلادية وسط تسبحات وتراتيل وإلحان الميلاد وتزينت كنيسة بازيليك السيدة العضراء بمصر الجديد احتفالاً بالعام الميلادي الجديد 2024 واستقبال الأخوة المسيحيين لحضور قدس رأس السنة حيث حرست الكنيسة على وضع شجرة الكريسمس المضيئة الهدف للأداس ده إنه جاء من سميء الأداس بتاع العائلة انتوا تعرفوا باردك إنه العائلة القدسة كانت جات زيارة لمصر فإحنا بنحتفل بالعائلة نهارد الاحتفال بالعائلة بنودع 23 بنستقبل 24 ده الهدف بتاع الأداس النهارد oui ce soir c'est surtout le message de la paix parce que nous avons beaucoup de endroits نحن نحب أن نركز على السلام في حاجات كتير قوي حوالينا كان هنا في الشرق الأوسط غزة وكلم على الكريم فهو تمانياتو وصلاواتنا النهاردة على السلام إنه هو يوم في كل حتى في العام الاحتفال بيكون على السنة الميلادية ولما نقوم سنة الميلادية يعني قلنا كريسمس يعني في حتة مشتركة بين الحاجتين دولت الاحتفال حيكون عبارة عودة الناس حتابعوه هو في اللغة الفرنسية والقرال اللي حكون موجودة برضا حنرم كان ترنيمة كده باللغة الفرنسية ده الاحتفال في ذاته يعني نوضع السنة 23 عشان نستابل السنة الجديدة 24 كنيسة اللاتين معروفة إنها بيسموها الكنيسة الجامعة كنيسة الجامعة يعني بتقبل جميع التواقف إنه كل التواقف بتبقى محاضرة بتتشد الناس بتتشد الكنيسة دي علشان دي معالم مصر الجديدة علشان البرون لما جيه وخاد الواحة وسمىها هليوبلس فبنى القصر بتاعه وبعد كده رح باني الكنيسة دي الكنيسة دي مبنية سنة 1910 وحاليا إحنا بنحاول نرممها علشان نرجع نوصلها لروقنتها الأصلية